موسيقى تمام كده أهلا بحضرتك أهلا بيك نرحب بالكاتبة والصحافية طبعا مناصقة العلاقات العامة برضو بالمبادرة الأستاذة ساهام الزعيري أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بصدر المشاهدين فرحب بكم فرحب لأستاذ의 lambi والشاعر علي النجاري وأيضا بالكاتبة بالصحافية الكاتبة ساذها ساهام الزعيري أهلا بيك وإن شاء الله قريبا نقول الدكتورة الكاتبة والدكتورة إن شاء الله بإذن الله سعلي يعني عايزينك تكلمنا على فكرة المبادرة جات لحضرتكم إزاي أو كأبناء القبائل العربية الفكرة جات إزاي من أنتوا تعملوا شيء تكون بادرة بالنسبة لأبناء القبائل العربية رغم أننا في الفترة الأخيرة وبالذات في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك دور ملحوظ للقبائل العربية ولكن أنتوا بدرتوا بمؤتمر جميل حضرناه وغطناه بكاميرا ببرنامج همسة مواطن وحضرت نغبة كبيرة من أبناء قوات المسلحة والشرطة المصرية وأيضا القيادات العامة بالدولة فعايزين حضرتك تحكينا إزاي بدأت الفكرة والله هو مبدئيا يعني أنا بحييك وبحيي الأستاذة وبرنامج همسة مواطن وقناة الصحة والجمال والمشاهدين اللي بيتابعونا الحمد لله وبالله صدى كبير جدا عندهم وتفاعل من أبناء مصر وكلها مشوا من القبائل العربية بس السؤال ده معلش لو تسمح لي كزميل يعني هو عدى يعني ده مكانه مشي السؤال الأولى دلوقتي أن المبادرة أخذها صدى كبير جدا وعمل رد فاعل كبير جدا على المستويات يعني فيه تواصل من شرح كبيرة جدا من مجتمع فيه عندنا برضو تكريم لفريق المبادرة من المنظمة العربية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية ده تكريم لفريق المبادرة وأنا والله أقسم بالله على الهوى لا أعرف شخصيا صاحب اللافتة الجميلة سيادة المستشار مش عارف مين الأنصاري اتصل علي الراجل إسماعيل أنصاري اتصل علي واتصل على فريق المبادرة وهو فخور جدا وفرحان بالعمل الوطني ده وفيه تكريم لكل فريق المبادرة ده صدى للمبادرة كبير أوي برضو والناس والمسؤولين والقيادات والدنيا أهم حاجة الناس برضو والأهم من ده أسر وأخوتنا وأبنائنا الشهداء احنا ما بنأملش حاجة للشوء إعلامي احنا ما بنأملش حاجة عشان نقول معذرة أنا عن نفسي أديني ثلاث سنين أو أربع سنين هو بس القناة وقف أنا صاحب قناة فضية كنت علاوة على طول لكن الفكرة مش ده فكرة حاجة جوانا وده برضو بيجاوب على سؤالك بشكل بشكل مغلف كده وسطاني وطبعا احنا ما بنأملش الكلام يعني اللي ده موجود جوانا نشكر الشيخ صالح الربيعي الرجل اللي كان ليه يعني الرائع المؤتمر الرائعي لمؤتمر يوم الوفاء الوطني ورد الجميل احنا بنتقدم له بالشوء وهناك شوء يعني اي حد من أبناء الوطن بيعمل حاجة كويسة وصالح أبناء الشرطة أو الجيش ده أقل تكريم زي ما انت حضرتك قلت ولكن طبعا احنا بنشكر الشيخ صالح اللي عمل مؤتمر وكان يوم جميل يوم قدمنا فيه يعني لفتة ولو بسيطة معنوية لأن احنا مهما مهما نقدم لأبناءنا من شوضاء الشرطة صارهم مش هنقدم لهم اللي طبعا لأنهم ضحقوا بأعز عندهم أبناءهم من أجل طراب احنا برضو بنضم صوتنا طبعا ده بديهي قوي من المسلمات والأمر الطبيعي جدا نحنا بنشكر أحد أبناء القبائل العربية الرمز مشرف وحد وطني مخلص اللي هو الأخ والصديق قبل أي حاجة صالح مسعود الربيعي وكل أبناء قبيلة الربيع وكل أبناء القبائل العربية لكن لأنه هو فعلا دعم ده من الألف إلى الياء ماديا وبنشكر برضو دكتورة رشا كامل وجمعية زوجات ضباط الشرطة وكل من تعاون واللوى أحمد زغلول والجميع كل 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 من تعاون معنا في هذه المبادرة لأنه هي مهمة جدا ودورها وطني جدا ومهم إحنا الدولة بتتواجه إرهاب غاشم مع ناس ديور الظلام دولة وخفافيش الظلام ودعاة الفتنة أكثر الناس حاسة دي فعلا نقبال العربية فهم يعني اللافتة الجميلة دي هي قصة مش قصة تكريم كده معناوي أو شهادة أو حاجة زي كده كون إن إحنا اللي بقى فكرينهم وفكرين اللي هما بيعملوه دي حاجة جميلة جدا ده واجب وطني حقيقي علينا إحنا بنواجه حرب حقيقية أستاذ أشرف والأستاذة بنواجه حرب حقيقية وهي أقوى من الحروب التقليدية أحسسهم بالأمن والأمان والاستقرار ده جي من كلمة أستاذ علي أو فكرة أستاذ علي في يوم الوفاء الوطني ورد الجميل رد الجميل هيكون رد الجميل على إيه؟ رد الجميل على الأمن والأمان والاستقرار اللي إحنا فيه رد الجميل على إن إحنا مصر حواليها دول عربية شقيقة كلها دول في حالة ملتهبة من الحروب الداخلية والاختلافات والمؤامرات وإحنا الحمد لله دولة مؤسسات ويعني إحنا قائدنا الزعيم رئيس السيسي يعني الحمد لله قدر إن هو يحافظ على البلد وقدر يحافظ على أمننا وسلامتنا وأماننا جنب ده الشهداء الشهداء الجيش شهداء الشرطة الناس اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل إن إحنا نعيش في أمن وأمان وسلام وإلا كنا زماننا إحنا كستات جواري بنبع في سوق الجواري أنا هاجل حضرتك بقى بالمناسبة دي طبعا بصفة حضرتك أولا طبعا يعني مش هفاقول إيه ولا إيه يعني ابنة من أبناء قابلة العربية أولا صحي كده وزورة لواء شرطة تمام طبعا أنا عايز أعرف بقى دور حضرتك بالنسبة للعنصر النسائي في المؤتمر ده أولا وده جزء من السؤال بس نخلصه فيه جزء تاني لشخصي بقى يعني ده جزء شخصي بالنسبة إن حضرتك ابنة من أبناء قابلة العربية إيه يعني العنصر النسائي عمل إيه بالنسبة لقابلة العربية وإزاي تم الحجد وكان دور المرأة كان قوي فعلا في الكلام ده بالنسبة لطبيعة القابلة العربية أولا لأ فده جزء شك من السؤال وهنكمل للشك التاني بس بعد ما حدقت خلصه والله عملية الحجد دي ترجع برضو إن إحنا لازم نبقى فاهمين المؤتمر مشي إزاي أو يوم التكريم مشي إزاي الأول هي كانت فكرة أستاذ علي النجاري دي الأساس تمام الحج صالح ربيعي هو الدعم المادي أو هو الرعي الرسمي لليوم وده طبعا رجل مشكور وهو عمل وجبه تجاه وطنه مجرد ما هو حس بإحساس بحس الوطني أن اليوم ده هيتعمل كيوم رمزي أو كرمز لرد جميل الشهداء في شكل تكريم أسارهم أو مشاركتهم معنا في احتفالية عايز أقول لحضرتك إن موضوع الحجد والحاجات دي كلها والعلاقات العامة والكلام ده كله تم في 22 يوم مش أكتر يعني المؤتمر بنجاحه الرائع ده يعني الفكرة بكل حاجة بكل حاجة في خلال 22 يوم يعني أنا يمكن أنا قلت الكلام ده قبل كده أكتر من مرة هما كانوا متواجدين عشان أساس علي والشيخ صالح في طبعا صلة تواد وقرابة وقبائل كلهم ولاد عام فهما كانوا متواجدين عندنا في البيت في اليوم ده تكلموا عن الموضوع ده وبصراحة احنا قلنا له من الموضوع ده رائع جدا وممتاز يعني كانت فكرة وليد اللحظة فكرة وطب الورد في 22 يوم بقت مؤتمر وبقى حجد رائع وبقى فيه قبائل عربية من مرسى مطروح لغاية سينة ومرورا لأسوان فبصراحة كان موضوع غير رائع وكان حجد غير رائع وكان مجهود جبار بصراحة دور المرأة ده يعني فيه ممكن انا اسيب ده لأستاذ علي هو اللي عارف اسماء الشخصيات كلها اللي ممكن يتكلم عنهم وبعض الاعلاميات اللي هما كانوا متوجدين معنا يعني كتير قوي بس هو انا عايز اقول لك حاجة اني لما نقول دور المرأة حتى المرأة البدوية اللي بتشاهد في بيتها وبتبقى فرحانة ان القبائل بتكرم عبطال الوطن بتاعها اللي هما فعلا حاموا مصر في ظروف سهيئة جدا يعني حاموا الدولة ومنعوا ان احنا نتفكك وليقدر الله ويحصل لنا حاجات كتير المرأة البدوية او العربية بصفة عامة عندها وعي كامل بده عارفة ان احنا في امن وفي امان وعارفة ان ده بيرجع لفضل الله سبحانه وتعالى اولا بتأكيده الالهي وادخله بمصر ان شاء الله امنين فعندنا وعد اله ده يفوق البشر كلهم لن يتأتى الامن لمن دخل مصر الا بامن اهل مصر يعني منطقيا فاذن الله سبحانه وتعالى يعد يعني ودلها ينفز وبينفز لانه مدبر الكون هو من وعد ان وادخلوا مصر ان شاء الله امنين فوعد بالامن والامن لا لا فالمرأة البدوية او العربية بصفة عامة كنها التابع وكنها تهتم وكنها ده موجود واحنا جينا حتى بعض اصدقاء مقربين اتصال بده وحب للعمل ده اما باقي عناصر نسائية من القبائل العربية موجودة فعلى رسوم طبعا بنت القبائل والدكتورة سيهم الزعيري من اعرق الاصول العربية يعني وعربية حتى النخاع وبرضو عندنا الاستاذة والاخته الصديقة الالمية كريمة هدلي برضو دي من القبائل العربية وايضا الاستاذة وسوها البغدادي الصحفية الرائعة الجند المجهول في مجال النشر للموضوع والفكرة دي برضو من ابناء القبائل العربية كتير جدا يعني والفكرة بقى مش فكرة قبائل العربية هي فكرة اني حد من الشعب المصري بيعمل ده بس يعني لك ربنا يحفظ البلد القبائل العربية دايما كان لها دور فعال في الدولة وخاصة مع الجيش المصري ولكن هذا لم يظهر من خلال يعني العروض السينمائية ما بيقولش سبت السينما دي بزات أسات او مشوء الدور البدوي او دور العربي ولكن هناك رموز كبيرة من القبائل العربية كان لها دور هام جدا في تحرير أرض الوطن ودور أيضا في بناء زي الدولة المصرية حضرتك شايف يعني او بتوجه نداء للقائمين على الاعمال الدراما والسينما ده ده مش هم الله وعلم بقى كانوا عملوا ده على قصد ولا عن غير قصد لكن هو مبدئيا كمنشتات عامة لما نقول دور القبائل العربية المصرية لا ده انت احنا بنتكلم مع زرة بنتكلم عن مصر أساسا يعني فمصر هي قلب العالم العربي مصر هي نبض العروبة الحقيقي مصر عربية حتى النخاء مصر عربية تاريخا وشعبا وأصولا ودستورا وكل شيء يقرأ في الدستورة مصر عربية دول عمرها كده فالدول القبائل العربية هو بس كل من بعملية الزي البدوي أو الزي العربي أو كده أو اللهجة أو كده كل ما يجيبوه كان في الدراما بتاعتنا على مدار تاريخ الدراما بتاعتنا إلا ما رحمة ربي أنا ما شفتش حاجة مناقضة لده يجيب ابن القبائل العربية أو اللي من أصول العربية يجيبوه تاجر مخدرات يجيبوه قطع طريق يجيبوه تاجر سلاح يجيبوه حد جاهل ومتخلف يجيبوه سازج تخيالي يعني لو كده يجيبو ايه لو يجيبوه اغنية ليه كده مثلا في فيلم تبقى الاغنية عندنا احنا عفوا في تراثنا احنا قوية جدا واغنية عملاقة ومعانيها سامية جدا وقوية جدا والفنان مقادة بشكل تمام ويبقى الفنان ده بيسمعه ملايين ونجم وبرغم ده يجي في لأ طفل يتيجي السيدة الممثلة بقى ولا البتاعته قد تضحك على اللهجة هو ده بيقول ايه وده مش حلو كده ده برضو من ضمن التم كده في التاريخ برضو في حاجات كتير يعني القبائل الموجودة يعني انا بقول حاجات احيانا بيعتبرها مفاجآت يعني لما نقول سعد باشا زغلول اللي هو مؤسس ثورة 19 احد اصدقاء الاوائل المؤسسين حامد باشا الباسل باشا زيه هم اخواته هم مصريين هم الاتنين وده ده بقى الدنيا سوص للسامة وده تنفى معاه وغيره غيره هو طبعا بقى رفاقه انا هوجه من كلام حضرتك سؤال للأستاذة انا بس عايزة اعرف زي ما كان بيقولين الوقت أستاذ علي على موضوع اللي هو الانطباع اللي بيتاخد عن القبائل العربية وكده بالنسبة للمرأة احنا قدامنا نموذجه ومشرف وقرأي بقى هم بجل حضرتك على الدكتوران ان شاء الله وكاتبة وصحفية يعني ابنة من قبلاء قبائل العربية يعني المفهوم ان الزيه لسه بلبس معين او الفكر لسه بلبس معين وكلام ده يعني تم تغييره عايزين بس حضرتك تقول لنا وتقول لنا للأستاذ المشاهدين يعني في عجلة بسيطة في حد بيقود حملات توعية مثلا للمرأة في القبائل العربية او في حاجات زي كده ولا هو تطور حضاري مش اكتر اكيد تطور حضاري الانترنت وصل لكل يعني مدال بقع في مصري يعني ما سابش بقع في مصري بس انا عايزة اقول لحضرتك هو يمكن فيه فرق بين قبائل العربية وبين بدو يعني يمكن الحضارة او التطور يعني التطور سريع ان شاء الله هيكون تطور سريع لبنت البدية انها بتيجي عند مرحلة معينة في التعليم وما بتكملش تمام بتتزوج هما بيعتبروها جوهرة مكنونة وده طبعا ده اساس بقى دلنا الاسلامي وعادات وتقاليد اللي هو الحياة وان هي بتها وان هي عمود الخيمة والكلام ده كله متواجد لكن عايزة اقول لحضرتك بالنسبة للقبائل العربية احنا كأصل او كأساسنا لو رجعنا لشجرة العيلة والكلام ده انا بتكلم لده لكن انا قاهرية لكن انا انتمي لعيلتي انتمي لعيلتي اللي هما قبائل العربية عيلة الزعيري دي انا انتمي لها دي اللي انا انتمي لها هما دول قريبي اللي انا ازورهم هما يزوروني وعلى تواصل معايا هم اللي هي العودة الى الجزور جزوري ايه وعائلتي ايه نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك فدل ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين ونكمل حديثنا مع ضيوفنا الكرام عن يوم الوفاء الوطني ورد الجميل والمؤتمر طبعا اللي لقى ترحاب ولقى طبعا حاجة كتير من المواقع اتكلمت عن المؤتمر قد ايه كان تنظيمه رائع وقد ايه طبعا كان لمسة جميلة من ابناء القبائل العربية والحشود الكبيرة اللي حضرت من ابناء القبائل العربية ونكمل حديثنا مع الدكتورة سيهام ان شاء الله الدكتورة قريب بإذنه ان شاء الله كاتبها والدكتورة بإذنه ان شاء الله كنا بنتكلم على دور المرأة كنا بنتكلم على دور المرأة يعني هو دور المرأة دور كبير ودور عظيم يعني حتى لو ما كانتش متواجدة بنفسها بتبقى هي ديفعة لتواجدها وزي ما أستاذ علي قال إن مشاهدتها للتكريم وإن هي بتشاهد ده وبتشاهد إن قبائل العربية اللي هي منها بتكرم أبناء الجيش والشرطة اللي حقق أقولها الأمن والأمان ومستلام في بيتها ده في حد زيته يعتبر مشاركة أنا مش عايز أقولي إن كان فيه مشاركة نسائية كبيرة طبعا وممكن الإعلام جاب المؤتمر وشايف طبعا أخذ الخيط منك الإضافة صغيرة بس في الجزوية دي بعد إذن الدكتور يعني إيه ما إحنا مكرمين أبناء للقبائل العربية مش هداء بالمناسبة ما دولة برضو الأم مدرسة يعني مش ده تربع على الوطنية من أمه في القبائل العربية برضو طبعا 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 لا أنا بتكلم على تواجد أنا أنا بتكلم على تواجد المرأة من القبائل العربية بشكل كبير داخل المؤتمر أو المرأة البدوية بشكل كبير داخل المؤتمر هو طبعا ما كانش بشكل كبير في خلال 22 يوم في خلال 22 يوم يطلع مؤتمر بالحجد الكبير ده وبالطريقة دي فشكروا على المجهود طبعا كل التحية وكل الحرام اللي قائمين على هذا المؤتمر وحددكم طبعا قبل أي حاجة وبنهنيكم على التكريم وإن شاء الله يبقى أشياء أول تكريم والأخير تكريم إن شاء الله إحنا عايزين نعلن نعلن شيء لأول مرة يمكن نقوله على على فضائية برضو في استضافتكم الكريمة لنا إن شاء الله تعالى مبادرة يوم الوفاء الوطني ورد الجميل حتكون شيء سنوي ثابت في نفس التاريخ يعني في نفس التوقيت دا سبق للقناة بتاعتكم طبعا دا سبق لكم وإنتم لأني واخد تغلية كبيرة جدا وتفاعل وبتعبر عن حقيقة مشاعر عندنا يعني طبعا مشاعر كلها صدق وإخلاص لكن كتير جدا على فكرة أنا عايزة أضيف حاجة لحضراتكم يعني أنا من وجهة نظري من الموضوع هبصله مش بحيادية أوي كمواطنة مش إن أنا إعلامية أو أي حد يعني أنا حط نفسي مكاني كان حد في البيت لنشاهد المشاهدين وهم بيشوفونا عزرا طبعا يعني حتة إن إحنا بنشوف حد بيعمل مبادرة وبيكرم حد ما نجل الشرطة أو الجيش حاجة جميلة لسبب بسيط مش عشان ضرهم طبعا هم ضرهم وليهم تحية وقرصنة ورعتزاز وفخر وكل حاجة بس القصة كلها لما إحنا بنبص على أرض الواقع بيلاقيها دايما أحزاب مؤسسات كيانات من هذا القبيل لكن لما إحنا نشوف ناس محبين للوطن بجد ويعملوا حاجة زي كده وتبقى مبادرة وتطلع وما فيش هدف تماما لأننا نسيج واحد نهاية إحنا نسيج واحد طبعا إحنا كلنا نسيج واحد طبعا هي دايما بيبقى ليها ميول سياسية بس لما تجيب فترة من حد ننوش في الميول فأنا بحيب أنا معي بس معي صورة وهي أنا أسأله أسأذن بيوف الكرام وأسأذن أستاذتنا أحنا معنا صورة طبعا بتتعرض لأحد أبناء الشرطة أبناء الشرطة هو الشهيد النقيب جمال صلاح والشهيد الملازم عمر مجدي استشهدوا يوم الأحد الموافق 25-1-2018 أثناء أداء الواجب 25-11-2018 أثناء أداء الواجب الوطني بالطريق الإقليمي الدولي بالعياد طبعا أنا بتوجه لأسر الشهدين البطلين البطلين والشهدين هم بطلين إن شاء الله هم في الجنة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أنا بتقدم لأسر الشهيد جمال النقيب جمال صلاح وأيضا الملازم عمر مجدي بكل التحية والتقدير في عيد الشرطة المصرية طبعا أستاذ علي كلمة أخيرة في أجالة لأن وقت الحالة أوشق على الانتهاء مخرجنا بيبلغني أن الله يتم مخرجكم دايما كده ما علينا ما شاء الله عليكم هي تعقيب مهمة أنا كلمة قالتها برضو الأستاذة مهمة جدا 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 إحنا جينا على فكرة كأبناء للشعب المصري بلا أي كينات بلا أي حزاب بلا أي جمعيات بلا أي تغطية بلا أي أهداف سياسية بلا أي حاجة يعني ما عندناش أي غرض إلا أن احنا نوصل الروح اللي جوانا الحقيقي هو ده واجب واجب وطني وأقل القليل مع وجود ثلاث كائنات كبرى مش هسميها دلوقتي على الهوى يعني وده كان الجميل في المؤتمر طبعا أعزائي المشاهدين وقتنا دايما بينتهي بسرعة مع عقامات وقيمة من أبناء القبائل العربية الدكتورة الكاتبة إن شاء الله دكتورة هي بتحضر دكتورة الكاتبة سهام الزائري والإعلامي وصاحب طبعا قناة والشاعر العظيم إن شاء الله يبقى لنا حلقة مخصوصة عن الشاعر البداوي معايا ببرنامج همسة مواطن أعزائي المشاهدين أرقامنا بتظهر قدام حضراتكم على الشاشة توصلوا معنا برنامج همسة مواطن صوت المواطن لدى المسؤول أعزائي المشاهدين أترككم في لعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة